اشتركوا في القناة من سلوكنا اليومي اليد الفاعلة في المجتمع المتطوعين والاسم الكبير صاحب المضمون القيم والعظيم هنا وهناك ترى شعلة وبهج لفئة لا يغفلها مجتمع أحب أن يكون تطوعيا لا يرجو مردودا من ذلك السعودية ووفق رؤيتها المباركة عشرين ثلاثين وحرصها على غرس القيم المثلى في الجيل الناشئ سعت إلى رفع عدد المتطوعين من إحدى عشر ألف متطوع إلى مليون متطوع بحلول عام عشرين ثلاثين تلك المهنة تمارس بالشعور قبل العمل ميدانيا وتحمل صاحب هذه الرسالة السامية شعورا كبيرا بالمسؤولية لأنها عميقة المعاني محفوفة بمهامها السامية في خدمة المجتمع بكل أطيافه ومع تعظم الرسائل العظيمة لمهنة التطوع تطل الاياد الخطية في استغلال مستمر للقيمة العظمى لمثل هذه الأياد التي تحاول أن تكون معول خير لبناء المجتمع وذلك من خلال استغلالها ماديا بأي وسيلة كانت وفي ذلك كسر لأحد الغركان الهامة للتطوع ألا وهو عدم البحث عن المدود بقدر المساهمة في بناء وطن أو إحداث تكافل مجتمعي يعود أثره إيجابيا بكل أحواله التطوع القيمة والمعنى والمستقبل والبناء فهد المسعودي يا هلا الحديث أكثر عن هذا الموضوع سعودني أن ينضم إلي في الاستوديو الكاتب الأستاذ حمد أسهلي أستاذ حمد حياك الله حياك الله حياك الله اليوم أبرز المشكلات التي تواجه موضوع التطوع في السعودية أبرز المشكلات التي تواجه التطوع الذي هو التحفيز، الدعم، كذلك العمل الإعلامي أو التوضع بمعنى التطوع وما هي الرسالة النبيلة التي تطوع يعني لا يوجد توضيح، تجد أنه الآن العمل قائم على عمل عشوائي بالضبط، تشوف أنه لازم ينظم رسميا أو مؤسساتيا لا بد ينظم مؤسساتيا على الأساس برضو ما يصير في استغلال من الجهة؟ الجهة الأفضل تكون الجهة يا الوزارة الداخلية يا الهلال الأحمر يعني عمل إنساني ومضافة أنه يخدخل العمل أمني برضو كذلك جميل نحن شفنا في الأحداث الأخيرة التي صارت سيول جدة وغيرها كان فيه كمية كبيرة من الشباب والشابات السعودين اللي تطوعوا هل الأرضية خصبة بشكل كبير عندنا في المجتمع؟ جد الأرضية خصبة جدنا عندنا شباب فيهم خير وعندنا شباب يعني ما إن شاء الله مبدع ولكن يحتاجون إلى توجيه يحتاجون إلى دعم يحتاجون إلى تحفيز فبرضو حتى العدد اللي هو إحنا يحتاج عدد كبير حتى حصلوا في سيول جدة عدد كويس لكن ما هو العدد المأمول جميل جدا طيب كيف نقدر نرفع ثقافة التطوع اليوم عندنا في المجتمع؟ أنا أشرت أنه مثل ما سبق وقلتنا عن طريق التوضيح عن طريق وسائل الإعلام كذلك في التعليم تحفز التعليم في المدرسة الابتدائية الإسلام نفسه حث على التطوع يعني إماطة الأذى عن طريق صدقة اللي هو زي ما تقول لما تكون تطوع في البلدية أول من سنة التطوع اللي هو الصحابة الصحابية رفايدة الأنصارية كانت أول ممرضة في الإسلام أول ممرضة في البشرية وكانت تطوع تداول جرحة في معركة خيبار وفي الخندق فلازم نحث الشباب ونحفزهم كذلك في الجامعات اللي أحضب ما سبقه وقلتنه عشاس أنه تخرج تجيب لي عدد ساعات تروح إلى الأحمر تروح الدفاع المدني وتكون شرط للتخرج وتكون شرط للتخرج أنه أنت والله أكملت وتكون شروط طبعا مو أحد يعرف لي في جامعية يروح يجيب رقها أو شيء لازم تكون لكن برضو استاذ حمد يعني ما تشوف أنه فيها إشكالية أنك تجبر المجتمع التطوع أحنا ما نبغى نجبر أحد يعني إحنا ودنا أنه التطوع يكون دافع شخصي لازم دافع شخصي بس المشكلة الآن إحنا ما بعد وصلنا لمرحلة الثقافة اللي هو التطوعية اللي أنك تبادر حتى المتقاعدين عندنا بعض المتقاعدين اللي تقاعد سوى نفسه أنه خلاص حيموت وترك الدقن وترك الشعار ليش المتطوع المتقاعد مثلا ما يبادر بالتطوع يا أخي ما عنده شيء طيب تحس أنه التعليم مقصر في هذا الجانب جدا التعليم مقصر مفرض أنه يربط سمحة الدين الإسلامي بالتطوع وتعلم الأطفال التطوع أن هذا فعل خير وأنه جزاءها الأجر وجزاءها الإحسان وتأخذهم يعني مثلا لبعض المستشفيات تقدمهم بعض الحلويات تأخذهم بعض الأماكن تحاولك على الأقل الصفة والفتدائية يعيش مرحة التطوع يعيش مرحة لما يعمل خير كيف أنه يحس بشعوره مرتاح وكيف أنه يروح يقول لأهله ويرروح يقول للمدرس على مستوى الأسرة عندنا كيف الموضوع؟ والله على مستوى الأسرة قليل جدا قليل حتى كثير من المستوى تحفيز أبنائهم تعويضهم على هالموضوع قليل جدا كثير من الجمعات الخيرية أنا شوف أنها تحتاج إلى متطوعين يعني متطوعات والأسف أن الثقافة هذه عندنا ما زرعت في أبنائنا تزرع بشكل أكبر وشكل أوسع وأن هذا يكون عمل خير قبل كل شيء طيب نظرة المجتمع اليوم تحس أنها قاصرة المتطوع أو داعمة؟ لا نظرة المجتمع ما هي قاصرة أو داعم نظرة المجتمع زي ما تقولونها يعني الموضوع عادي إذا تبيت تطوع أو تطوع أو ما تبيت تطوع ويمكن مفروض أنها تكون داعمة هذا الواجب مفروض تكون داعمة بعضهم مثلا لما تطوع في العمال البلديات أو العمال يحس أنك أنت كانت عام نظاف أو لا ما هو عيب التطوع يا أخي العمل الأساسي ما هو عيب والتطوع هذا عمل نبيل عمل يعني فيه خير وفيه أجر وفيه مساعدة للناس وفيه فإحنا نحتاجين عدد كبير متطوعين ما أبرز المجالات أستاذ حمد اللي تشوف اليوم أنه نحن محتاجين فيها فعلا متطوعين على مستوى المملكة ككل على مستوى المملكة ككل والله المجالات عدة صراحة لكن عادة مثل الكوارثة تحصل عندنا دائما هي السيول أي والحرائق وهذه مفرضون على أقل درب الشباب على الأشياء هذه فأنت لا تدري مستقبرا وشي يصير أنا شفت كذا مبادرة لتنظيف الشواطئ كانت بصراحة هذه ممتازة هذه ممتازة فعلا بس أنت برضو تدربهم على الأسعادات الأولية على الحرائق لما لا قدر الله يصد شيء الدفاع المدني ما هيكفي والهذا الأحمر والله أعلم والله ستار هذه نقطة مهمة بس برضو لازم أنت تحفز وتعلم برضو رفتني في كلامك نقطة مهمة لما تكلمت عن المتقاعدين في ناس اليوم جالسين يروجون على أنه موضوع التطوع للشباب بس لا 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 في الدول الغربية بالأكثر المتقاعد إذا تقاعد يروح يبحث عن مكان يتطوع فيه جمعيات حتى جمعية الرفق بالحيوان حتى جمعية خدمة كبار السن بعض الدور السن يروحين يشتغلون فيها يعني حتى الأطفال ممكن أن ننشئهم أو نربيهم طبعا لازم نربيهم لهذا عمل خير وهذا يجزيك الله على خير أنك تساعد أخوك ممكن يجي يوم اليام وتحتاج مساعدته فهذا هنا الطبق في الفلسطوف والبتدائية زي خامس و سادس يعني تخلط تضع مع المواد الدينية مع التطوع ما هو التطوع لازم نرشدهم يعني ما نضع كل شي أنه جدي 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 يعني عمل درسة جدية في رؤية المملكة 2030 هناك هدف الوصول إلى مليون متطوع لكن اللي يشوفوا الآن أنه حتى الآن ما فيه إحصاء لموضوع المتطوعين ما فيه تنظيم واضح لهذا الموضوع صحيح لأنه ما فيه هيئة تقوم على الشيء هذا المتطوعين جهد ذاتي واحد ينح يتطوع له يوم و يومين شهار و يترك الموضوع لكن لما يكون في منظمة لتطوع موجودة أرقامهم مثلا والله حماد وش تخصصه وش يفهم فيه أو أنا وش دربت عليه ممتاز تصالي مفرح وش تفهم فيه وش عندك معاملك مثلا أو وش دربتك عليه مثلا أحتاجكم في وقت قياسي أو في وقت لازم أتصل فيكم تعالوا جماعنا ما تجيكم في التطوع أعرف عدد المتطوعين عندي على حجم المشكلة اللي عندي يا سلام وهذه حتى تعرف سيد حمال هذه بالله نقطة مهمة هذه حتى ممكن تفتح لك مجالات جديدة مثلا أنا مكتفي في مجال تمظيف الشواطئ صحيح أفتح مجال الحرائق صحيح مجال الإسعافات الأولية مجال المجالات كثيرة مجالاتك والشباب عندك واجفين خير والمتقاعدين وأكبر مكان عندنا أرض خاصة عندنا تطوع الحج بالضبط الحج وفيه يعني فيه عدد فيه يمكن الكشافة لكن تجم من الشباب تعالوا يا شباب حطهم مجموعات تختارهم اللي مثلا عنده خدمة في الطب أو عنده خدمة في الإسعافات الأولية أو عنده خدمة في الحرائق أو عنده خدمة حتى للاج النفسي مثلا واحد خدمة اجتماعية أو خصائي نفسي أو يعني أشياء كثيرة أو أزعهم أو أشتفيد منهم في الحج ولازم أفهمهم طريقة العمل التطوعي لازم طبعا لازم نتكلم بصراحة يعني خلنا نتكلم بصراحة في بعض الشباب اللي يتطوعون يوصلون إلى مرحلة يبدأ يتأفف مع أنه أنت خلاص أقدمت على عمل تطوعي ما فرد تخلص فيه إلى الآخر نعم نعم أنت باختيارك ما أجبرت أنت باختيارك وهذا عمل خيري إذا أنت تتأفف في عمل الخير هذه مشكلة كمان في نقطة ثانية خلينا نحكي عنها بعض الناس اللي يتطوعون اليوم يعني يقلل من جودته في العمل ليش لأنه تطوع صحيح طبعا أنت بما أنك قبلت التطوع لازم تعمل كأنه عمل رسمي عمل رسمي وزيادة لأنك أنت جاي بنفسك مفروم تثبيت للناس أنت جاي تعمل خير ما هو جاي وتثبيت أنه خلاص أنا جيت العمل مسددت المكان هذا لازم كأني أعمل فيه أكثر جميل أنت كتبت واحد من أجمل المقالات ويمكن من أشرها عن موضوع التطوع وإش كان الدافع في حينها والله كان الدافع أنه وكلموني جمعية خيرية عندهم عمل بيقومون فيه نبحث عن متطوعين ما لقيت ما لقيت متطوعين نهائيا نهائيا أبغى على أقل كان العمل صعب يعني لا جدا العمل بسيط جدا بس ما أدري نحن نبغى على الأقل يعني عمل بسيط يمكن حوالي حتى ولاخ ست بنات سبع شباب ما لقيت هنا أحد فعلى الأقل يا أخي هذا شيء موجود في البلد حتى ما تكلفهم ساعتين والله غريب يعني أنا متفائل باللي جالسة أشوفه يعني أنا أشوف أنه فيه إقبال ما فيه إحجام أنت تشوف أنه الناس محجمين عن التطوع والله أنا شايف أنه البعض محجم البعض محجم يقولك والله أنا ما أبغى أروح ولا أبجي ولا أدخل برضو بعد لازم تساعد في بعض الأمور تحفز في بعض الأمور يعني مثلا تأخذ لازم تقول أنا سأأمن لك مواصلات سأأمن لك مثلا الغداء سأأمن لك الأكل يعني فيه ناس عندهم برضو ظروفهم صعبة جميل إذا طلبت منك قبل ما نخدم إذا طلبت منك أنك تعدد لي الجهات اللي ممكن تكون مسؤولة على موضوع التطوع أو مسؤولة عن زرع ثقافة التطوع وعش نعددها اللي هي وزارة التعليم التعليم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميل وزارة الصحة برضو آآآآ بالفعل التطوع في مجال الصحة ممكن يكون عليهم دور كبير في التدريب حتى عليهم دور كبير في التدريب الحوادث لا قدر الله الحرائق والزلازل حوادث الطيران نهيار المباني فيها أشياء كثيرة ويمكن لو نرجع للمجتمع نشوف إش المجالات اللي احنا محتاجين نشوف إش المجالات اللي المحتاجين ونعمل دراسة ونعمل كنترول كيف كنترول؟ كنترول معروف الجهاز هي اللي تحدد من المتطوع ومعلوماته عندي وزي ما سأفت وش تخصصه وش وش وسبقا أنا ذكرت عبر برنامج هلا أنه نحتاج إلى هيئة لإدارة الأزمات هيئة لإدارة الأزمات والطوارئ مثلا سيول جدة شباب تطوع من أنفسهم لو جاء كانت أكبر من حجم السيول وكان أكبر من كذا فرضون عندي أنا الهيئة هذه معروفة وبعدين هيئة تجتمع بشكل سبوء وشهري مع كل الجهات ليش أنا أخلي عمل عشوائي وشباب يتابعوني يمكن هذا اللي ما عندهم التدريب اللي أهلهم وبرضو غرقوا في المشكلة هذه وفي حاجة مهمة يمكن العمل العشوائي يضر التطوع وهو يبغي يضر التطوع زي ما تجي مثلا تعمل إسعاف المريض وانت عارف طرق الإسعاف ممكن تذبحها صحيح أطلب منك كلمة أخيرة تقولها خليني أقول للمجتمع بخصوص التطوع والله بخصوص التطوع أن التطوع رسالة نبيلة لكل أفراد المجتمع أنصحهم أن يحثوا أبناهم الصغار والقبار على التطوع من أجل الوطن ومن أجل الإنسانية جميل جدا من أجل الوطن الإنسانية شكرا لك أستاذ حمد أنا حقيقة أضم صوتي لصوت الأستاذ حمد أننا وصلنا إلى مرحلة بحاجة إلى تأسيس العمل التطوعي إلى أن يصبح عمل مؤسسي كامل بالمتطوعين بالمجالات وبكل شيء حتى نستطيع أن نزرع هذه الثقافة هي موجودة ولكن نستطيع أن نكثر من زراعتها بشكل أكبر وبشكل منظم ومؤسسي واضح للجميع هذه الأصوات ليست وليدة اللحظة من زمان وهذه المناداء موجودة أتمنى أنها تجد أذن صاغي إن شاء الله بهذا الحديث وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من يا هلا الزميل يحل أمير يلتقيكم بعد الفاصل وغدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل تصبحنا على خير